بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-1 معكم معلمتكم العنود الاعتابة ونرحب بأستاذ لغة الإشارة صالح العوجان بإذن الله اليوم سنقوم للدرس الأخير في المنهج تابع الروابط التساهمية القطبية خواص المركبات التساهمية والمواد الصلبة التساهمية الشبكية نحن في الباب الخامس في الدرس الخامس الكهروسالبية والقطبية ماذا تعلمنا في الحصة الماضية؟ الميل الإلكتراني كذلك الكهروسالبية خواص الروابط نوع الرابط أحسنتم والروابط التساهمية القطبية تكلمنا عن القطبية الجزائية اليوم تابع الروابط التساهمية القطبية خواص المركبات التساهمية المواد الصلبة التساهمية الشبكية ثم الخلاصة وحل التقويم فكرة الرئيسية في هذا الدرس ما هي؟ يعتمد نوع الرابط الكيميائي على مقدار جذب كل ذرة الإلكترانات في الرابطة حققنا الهدف الأول في الحصة الماضية اليوم سنكمل الهدف الثاني نقارن بين الروابط التساهمية القطبية وغير القطبية والجزائيات القطبية وغير القطبية ثم نعمم خواص المركبات ذات الروابط التساهمية مفرداتنا السابقة الكهروسالبية المقدر النسبي للذرة على سحب أو جذب الإلكترانات الرابطة الكيميائية مفرداتنا الجديدة سنكمل اليوم بإذن الله الرابط التساهمية القطبية والرابط التساهمية غير القطبية لنسترجع معلوماتنا أنواع الروابط التساهمية قلنا نوعين ما هما قطبية وغير قطبية ما المقصود بالرابط التساهمية القطبية؟ يكون أحسنتم فرق في الكهروسالبية بالنسبة غير القطبية سيكون بنفس المقدار إذن ينجذب بنفس المقدار لن يكون هناك فارق في الكهروسالبية رائعين إذن تكلمنا بعد ذلك عن الروابط التساهمية القطبية تحدثنا عن القطبية الجزائية لنسترجع معلوماتنا في القطبية الجزائية قلنا يعتمد نوع الرابط على مكان وطبيعة الروابط التساهمية في الجزائية ثم بعد ذلك تحدثنا عن الجزائيات ذات الروابط التساهمية القطبية أنها تنجذب للمجال الكهربائي بسبب وجود ثنائية الأقطاب كذلك تحدثنا عن الجزائيات ذات الروابط التساهمية غير القطبية وقلنا أنها لا تنجذب لأي مجال كهربائي بسبب عدم وجود ثنائية في الأقطاب اليوم سنكمل القطبية وشكل الجزء القطبية وشكل الجزء لاحظ معي لدي الآن مركبين مركب الماء ومركب رابع كلوريد الكربون نوجد الفرق بين المركبين أولا فرق السالبية الفرق السالبية بين ذرة الهيدروجين والأكسوجين يساوي 1.24 بالنسبة للمركب الآخر الفرق في السالبية بين الكلور والكربون يساوي 0.61 الآخر قطبية الروابط إذن الفرق هنا 1.24 الرابطة هنا تساهمية قطبية هنا 0.61 تساهمية قطبية هنا لاحظ معي الأقطاب موجب وسالب شحنة جزئية موجب وشحنة جزئية سالبة كذلك هنا بالنسبة لقطبية الجزئية الماء قطبي ولكن مركب رباع كلوريد الكربون غير قطبي غير قطبي إذن لاحظ معي نفس الفرق يوجد الروابط قطبية توجد شحنة جزئية موجبة وشحنة جزئية سالبة لكن الماء قطبي ورابع كلوريد الكربون غير قطبي ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ أنا أذكر درس أشكال الجزئيات لاحظ شكل جزئي الماء لاحظ شكل جزئي الماء ما شكل جزئي الماء؟ منحني يحسنتم إذن شكل جزئي الماء منحني لماذا هو منحني؟ بسبب وجود زوجي من الإلكترونات غير المرتبطة على ذرة الأكسجين المركزية أيضاً لجزئي الماء طرفان موجب وسالم لجزئي الماء طرفان موجب وسالم الروابط القطبية فيه غير متماثلة بمعنى أن إذا قمت بتطبيق المركب على بعضه لن يكون متماثل إذن هو مركب قطبي هذا يعطيني شروط أن يكون المركب قطبي ما هي هذه الشروط؟ أن تكون الروابط غير متماثلة توجد أطراف موجب وسالم إذن الشحنة هنا موزعة ليست بالتساوي هنا يوجد زوجي من الإلكترونات غير المرتبطة معنى أن إذا كانت هناك أزواج غير مرتبطة تعطيني قطبية للمركب ولكن فيه مركب رابع كلوريد الكربون لاحظ معي أولا شكل الجزء CCL4 رباع الأوجوح منتظم وهو متماثل لاحظ معي متماثل معنى أن الجزء الموجب يساوي الجزء السال يكون مقدار الشحنة من أي مسافة عن المركز مساوية لمقدار الشحنة عند المسافة في المجهة المقابلة هنا تساوي هنا هنا لاحظ معي إذن متساوية أيضا يكون مركز الشحنة السالبة على الكلور ومركز الشحنة الموجبة على الكربون الشحنات الجزئية متساوية بما أن الشحنات الجزئية متساوية وهو متماثل شكله رباع الأوجوح منتظم إذن هذا يعطيني أن المركب ككل أو جزء رابع كلوريد الكربون غير قطبي هو غير قطبي لأنه متماثل الشحنة تكون متساوية في المسافة من أي جهة من الجهات الأربعة أيضا الشحنة تكون على الكلور السالبة والموجبة على الكربون الشحنة فيه متساوية في جميع الأطراف إذن هذا يعطيني أن المركب غير قطبي وهذا هو الفرق لماذا الماء قطبي ورابع كلوريد الكربون غير قطبي انظر إلى المركب الثالث جزء NH3 ذرة النيتروجين فيه مركزية لاحظ معي يوجد فوق زوج هنا الشحنة فيه غير موزعة بالتساوي لأنه في الأسفل موجود الموجب وفي الأعلى موجود السالب هل هو متماثل؟ هل هو متماثل؟ لا غير متماثل إذن هل المركب هنا في هذه الحالة قطبي أم غير قطبي؟ شكله مثلث هرمي بسبب أزواج الإلكترونات في الأعلى غير مرتبطة هذه الأزواج على ذرة النيتروجين هناك فرق في الكهروسالبية بين الهيدروجين والنيتروجين تساوي 0.84 من 100 أنواع الروابط التساهمية بين النيتروجين والهيدروجين قطبية توزيع الشحنة هنا غير متساوي الجزئ ككل غير متماثل هذا يعطيني أن المركب أو الجزئ ككل هو جزئ قطبي إذن لابد حتى يكون المركب قطبي أن يكون غير متماثل الشحنة فيه غير موزعة بالتساوي الروابط فيه تكون روابط تساهمية هناك فرق في الكهروسالبية حتى أقول أن المركب هو مركب قطبي أما رابع كلوريد الكربون الشحنة فيه متساوية بيه موزعة بالتساوي وهو متماثل والشحنة المركزية على الكربون الموجبة والباقي على الهيدروجين على الكلور بالتالي هي موزعة بالتساوي إذن المركب ككل رابع كلوريد الكربون غير قطبي ننتقل الآن إلى قابلية ذوبان الجزئات القطبية قابلية ذوبان الجزئات القطبية يحدد نوع الرابط وشكل الجزئ مدى قابليته للذوبان تبين هذه الخاصية الفيزيائية قدرة مادة على الذوبان في مادة أخرى من اسمها قابلية ذوبان إذن المذيبات هناك عبارة تعتبر أساسية في الكيميا المذيبات تذيب أشباهها إذا كان المركب قطبي فيذيب المركبات القطبية غير قطبي يذيب المركبات غير القطبية إذن الجزئات القطبية والمركبات الأيونية قابلة للذوبان في المذيبات القطبية الجزئات غير القطبية تذوب فقط في مواد غير قطبية إذن المذيبات تذيب أشباهها المذيبات تذيب أشباهها الزيوت تختلط بالزيوت الكحول يختلط في الماء لذلك تذوب المذيبات في أشباهها جزيئاتها قطبية إذن تذوب في المذيبات القطبية غير القطبية تذوب في المذيبات غير القطبية لاحظ معي هذا الشكل في الكتاب المدرسي الجزيئات التساهمية المتماثلة منها الزيت ومعظم المنتجات النفطية هذه كلها مركبات غير قطبية تكون الجزيئات غير متماثلة ومنها الماء قطبية لذلك هذا يعطيني عندما يتسرب الزيت على البحر لا يذوب في الماء لأن الماء قطبي والزيوت غير قطبية فتبقى طبقة علية في المحيط أو في البحر موجودة لأنها المركبات النفطية غير قطبية والماء قطبي بالتالي لن يكون هناك ذوبان بينهما أو اختلاء ننتقل الآن إلى خواص المركبات التساهمية سؤال الآن لماذا يذوب السكر ويعطيني كرامل ولكن الملح لا يذوب علما أنهم كلهم لهم اللون الأبيض كلهم مادة صلبة وتقريبا مثل البودرة الآن موجودة في الصورة ملح الطعام مادة أيونية صلبة السكر مادة تساهمية أيضا صلبة الملح لا ينصهر ولكن السكر ينصهر عند درجات حرارة منخفضة مباشرة السكر يتكرمل على النار لكن الملح لا ينصهر فما السبب في ذلك؟ هل يؤثر نوع الروابط روابط المركب في خواصه؟ هل يؤثر؟ هل تتوقع أن يكون هناك تأثير أنواع الروابط؟ نحن درسنا في الفصول السابقة في فصل عن الروابط الآيونية ثم الروابط التساهمية كذلك أخذنا الفلزية ما الفرق بين الثلاثة روابط؟ في الآيونية تتجاذب الشحنات الموجبة والسالبة مثل الـ NESL في التساهمية تتجاذب النواع الموجبة والإلكترونات المشتركة مثل H2 لاحظ معي هنا في الصور بالنسبة للفلزية قلنا تتجاذب الآيونات الفلزية الموجبة والإلكترونات المتحركة مثل الحديد سنكمل اليوم أنواع الروابط ولكن القوى بين الجزيئات بين الجزيئات يوجد لدي أربعة قوى قوى فندرفال قوى التشتت قوى ثنائية القطب والرابطة الهيدروجينية نبدأ أولا بقوى فندرفال ما هي قوى فندرفال؟ هي قوى ضعيفة قوى جذب ضعيفة بين الجزيئات لاحظ بين الجزيئات فهي قوى جذب ضعيفة تختلف هذه القوى في قوتها ولكنها أضعف من قوى الربط بين الذرات في الجزي أو بين الأيونات في المركب الأيوني إذن هي أضعف من الروابط بين المركبات الأيونية هذه قوى فاندرفال ضعيفة جدا وتكون بين الجزيات النوع الثاني قوى التشتت هي أيضا قوى ضعيفة بين الجزيات ولكن غير القطبية فهنا نقول أنها متخصصة في الغير القطبية قوى ثنائية القطب قوى ثنائية القطب هي قوى بين الأطراف المشحونة بما أنها ثنائية القطب إذن أطراف مشحونة موجب وسالم إذن هي قوى بين الأطراف المشحونة بشحنات مختلفة في الجزيات القطبية لدي هنا معلومة كلما زادت قطبية الجزي زادت قوى ثنائية القطب إذن علاقة تردية كلما زادت قطبية الجزء زادت القوة ثنائية القطب أما النوع الرابع تسمى الروابط الهيدروجينية من اسمها هيدروجينية تتوفر لا بد أن يتوفر فيها الهيدروجين إذن هي لاحظ أقوى الروابط وتتكون بين ذرة هيدروجين هذه ذرة الهيدروجين تقع عند نهاية الجزء أو عند أحد الأقطاب وذرة الهيدروجين تكون مرتبطة بذرة أخرى أعلى منها في الكهروسالبية مثل النيتروجين أو الأكسجين أو الفلور في جزء آخر لذلك هي رابطة قوية فهي في الروابط الهيدروجينية أقوى الروابط لاحظ معي ستكون بين ذرة هيدروجين تقع عند نهاية أحد الأقطاب وذرة نيتروجين وأكسجين والفلور أكسجين ونيتروجين الفلور هي جدا عالية في الكهروسالبية إذن هنا ارتباط ما بين الهيدروجين وذرة أخرى تكون لها الكهروسالبية عالية لذلك هي رابطة قوية القوة والخواص الخاصية تعزى خواص المركبات الجزئية التساهمية إلى القوة التي تربط الجزئيات معدل بالنسبة لخواصها أولا درجة الغليان والانصهار منخافضة طبعا نحن نتحدث عن القوة والخواص المركبات التساهمية مقارنة بينها وبين المركبات الآيونية هنا في التساهمية درجة الغليان والانصهار في التساهمية منخافضة مقارنة بمن؟ مقارنة بالمواد الآيونية ما سبب في ذلك؟ بسبب القوة الضعيفة بينها لذلك ينصهر السكر بسرعة والملح لأنه آيوني لا ينصهر فالروابط في الملح قوية والروابط في السكر ضعيفة فينصر السكر بسرعة والملح لا ينصها ثانيا الحالة الغازية الكثير منها يوجد أي المركبات التساهمية الكثير منها يوجد في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة مثل الأكسجين ثاني أكسيد الكربون وكبرتيد الهيدروجين في درجة حرارة الغرفة موجودة على الحالة الغازية أيضا من خواص المركبات التساهمية الصلابة كثير من المركبات التساهمية لينا في حالة الصلابة مثل البرافين المستعمل في الشمع هو صلب لكنه لين فهي لينة في حالة الصلابة أخيرا الشبكة البلورية تترتب المركبات الجزائية في الحالة الصلبة لتكون شبكة بلورية هي شبيهة بالشبكة البلورية الأيونية الصلبة إلا أن قوة الجذب بين جسيماتها تكون أضعف إذن قارن بين المركبات التساهمية والمركبات الأيونية بالنسبة لدرجة الغليان والانصهار في التساهمية منخفضة مقارنة بالأيونية بسبب القوة الضعيفة بينها لذلك ينصهر السكر ولا ينصهر الملح الحالة الغازية تقريبا ستكون في الحالة الغازية عند درجة حالة الغرفة مثل الأكسجين ثاني أكسجيدي الكربون وكبريتيدي الهيدروجين بالنسبة للصلابة هي لينة في حالة صلابة أغلبها يكون لينة في حالة الصلابة مثل البرافين بالنسبة للشبكة البلورية توجد فيها شبكة بلورية شبيهة بالشبكة البلورية للمواد الأيونية ولكنها أضعف بسبب قوة الجذب بينها بين جسيماتها تكون أضعف ننتقل الآن للمواد الصلبة التساهمية الشبكية ترتبط ذراتها بشبكة إذن من اسمها شبكية شبكة من الروابط التساهمية مثل الألماس والكوارتز مثل الألماس والكوارتز خواصها هشة غير موصلة للحرارة والكهرباء شديدة الصلابة مقارنة بالمواد الصلبة الجزائية بالنسبة للألماس كل ذرة كربون ترتبط بأربع ذرات كربون ترتيب رباعي الأوجه منتظم رباعي الأوجه منتظم له نظام بلوري أي الألماس له نظام بلوري شديد الترابط ودرجات انصهار عالية إذن كل ذرة كربون في الألماس ترتبط بأربع ذرات كربون ثم ترتب في ترتيب رباعي الأوجه منتظم له نظام بلوري شديد الترابط ودرجات انصهار عالية جدا الخلاصة يحدد الفرق الكهروسالبية خواص الرابطة بين الذرات تتكون الروابط القطبية عندما لا تكون الإلكترونات المرتبطة منجذبة بالتساوي إلى ذرتين رابطة يحدد نموذج فاسبر قطبية الجزائي تجد بالجزائيات بعضها بعضا بقوة ضعيفة أما في الشبكة التساهمية الصلبة فترتبط كل ذرة بذرات أخرى بروابط تساهمية التقويم كيف يؤثر الفرق في الكهروسالبية في خواص الرابطة؟ كلما زاد الفرق في الكهروسالبية زادت الخواصة الأيونية في الرابطة صفر رابطة التساهمية القطبية الرابطة التساهمية القطبية هي الرابطة التي تنشأ نتيجة أن الذرات لا تنجذب لها الإلكترونات المشتركة بالقوة نفسها حيث تنجذب نحو إحدى الذرات أكثر مما يتولد عنه شحنات جزئية عند أطرافها صف الجزئي القطبي الجزئي القطبي له كثافة إلكترونية أكبر على أحد جوانبه لذلك يعطيني شحنة جزئية موجبة أو سالبة عدد ثلاثة من خواص المركبات التساهمية في الحالة الصلبة تكون الحالة الصلبة للجزئي بلورية تكون المركبات التساهمية في الحالة الصلبة غير موصلة ولينة ولها درجات انصهار منخفضة توقع نوع الرابطة التي تتكون بينها زواج الذرات الـ H والS غالبا تساهمية الـ H والهيدروجين والكربون غالبا تساهمية الصوديوم والكبريت آيونية تعرف أي مما يتي يعد جزئا قطبيا وأيهما يعد غير قطبي الـ CF4 لاحظ معي فلوريد الكربون غير قطبي والـ SCL2 قطبي والـ CS2 غير قطبي ارسم تركيب لويس لكل من رباعي فلوريد الكبريت وسداسة فلوريد الكبريت وحل شكل الجزئي وحدد ما إذا كان الجزئي قطبي أو غير قطبي هذا هو رباعي فلوريد الكبريت قطبي وسداسة فلوريد الكبريت غير قطبي طبعا هنا قطبي وجود أزواج غير رابطة هنا متماثل والشحنة فيه موزعة بالتساوي إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته